أهلا شاعر الكبير معتق العياضي هلو سهلا مرحبا حياك الله الله يبارك فيك ويطول بعمرك وبرك الساعات اليوم الحفلة الختامي لشاعر القمة ونبارك لقناة الواقع وجمهورها هذا النجاح وهذا ما هو غريب على الإدارة وعلى جميع طاقم هذه القناة الشامخة اللي أنا صرت فرد من أفراد هذه القناة والله يوفقهم إن شاء الله طيب تجرد من كونك عضو لجنة التحكيم أحتاج تنقلي المشهد من ناحية المنافسة الكبيرة ما بين الشعراء كيف تشوفها؟ المنافسة هذه السنة كانت شريسة جدا وللأمانة جميع أعضاء لجنة التحكيم اللي أنا واحد منهم كنا مستمتعين قبل أن نكون نقاط لأن حضر عندنا مواهب وحضر عندنا أسماء تبشر في نهضة جديدة للشعر الشعبي وأسماء تواصل نجاحات الأسماء السابقة بإذن الله جميل اليوم الحضور الجماهيري كبير جدا عشان يشاركون فرحة ختام البرنامج ختام برنامج شاعر القمة وأكيد كلنا يعني سعيدين جدا بالنتائج اللي شفناها من أصداء اللي وصلت للجمهور ونذكر برضو كمان بالمناسبة لسادة المشاهدين أن التصويت راح ينتهي بإذن الله عند الساعة العاشرة طبعا الدقائق الأخيرة دائما تفرق وصوتك تفرق عزيز المشاهد الحضور الجماهيري اليوم أكيد أنه مستمتع جدا بالنهضة الشعرية اللي جالسة تصير في الساحة الحالية الشعراء اللي شاركوا ما حلفوا ملحظ ولا استطاعوا أنهم يكسبون المركز الأول إيش تقول لهم؟ أقول لهم جميع شاعر غادر أي مرحلة من المراحل حنا نكون زعلانين على هذا الشيء هذا لكن هذا نظام المسابقة وهذه نظام المسابقات بشكل عام لازم واحد يخرج من المنافسة علشان واحد يواصل ولكن الحمد لله خرجنا في المرحلة الأخيرة بـ 12 شاعر اليوم لو أي واحد منهم أخذ اللقب نبي نصفق له وإزملاه نفسهم بيبركون له ويصفقه طيب تقدر تتوقع توقع أفلان ممكن يكسب ويأخذ المركز الأول؟ التوقع صعب لأن المراحلة السابقة الكرت الذهبي ما نتوقع إلا في آخر الدقائق فما بالك اليوم نحن بين الدرجات اللي رصدناها وبين التصويت اللي على السبعين في المية فأنا نتوقع الخمس الدقائق الأخيرة راح تفرق كان الموضوع صعب في رصد النقاط؟ جدا صعب والفرز صعب من المية إلى الثمانية واربعين إلى أربع ويشرين ولكن للأمانة كانت تجربة استمتعنا فيها جميعا وحنا في قناة الواقع الفضائية سعيدين جدا بوجودك معنا قامة شعرية مميزة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني اسمك غني عن التعريف فوجودك بلا شك إضافة جدا لقناة الواقع وأيضا لشاعر القمة هو الناصر الحربي على المستوى الشخصي الله يطول عمرك ويسلمك وشكرا لك يا ناصر الحربي اللي لك معزه وغلا عندي خاص شكرا لقناة الواقع جمهور قناة الواقع ومن نجاح إلى نجاح شكرا يعطيك الصحة والعافية شكرا لك يعطيك العافية الغالي من حقك أنك تكون محبوب من حقك